فرصة سعيدة إنو أشاهدك الملعب الحبيبية حتى أكو بعض الأمور اللي تخص البلدية واللي تخص جمالية ملعب الحبيبية نلقيها على عادقك حتى نعرف مسؤولية منه ومن يقدر يعني يقدم الإضافة بهذا الموضوع أنا أريدك قبل ما تتعلق لعلى الأسئلة أريدك تشوف هذا المظهر يعني معقولة هذا ملعب باتشر أقبع يجي مسؤول به يشوف هيك أمور سلبية وحتى الشارع المطلع على الدخول للملعب اللي بجوبة الطليان نعم بسم الله الرحمن الرحيم صراحة التشرف من اليوم بزيارة معاه الوزير رياضي والشباب إلى مدينة الصدر وخاصة للملعب الحبيبية ملعب الشهيد في مدينة الصدر الجميع يعلم أن هذه الملعب والمناطق القريبة عليها تابعة لنادر القوة الجوية أيضا المعارض اللي موجودة كانت أعتقد في عهدة مستمر متفق أو مستمر الأرض اللي موجودة بالتنسيق مع نادر القوة الجوية هذه الأراضي اللي تشوفها أنت جميعها إلى نادر القوة الجوية خارج حدود أمانة بغداد حسب قانون 154 أن جميع الوزارات الحكومية والدول الحكومية تحمي الأرض اللي تابعة إلها فهذه حمايتها تنظيفها من ضمن صلاحيات الجهة المالكة لهذه الأراضي بس أستاذ عادل أنا كان ممكن حديث جانبي مع مدير عام في وزارة شباب الرياضة اللي هو سيد أحمد الموسوي أكد على أنه هاي الأنقاض هاي منطقة الأنقاض اللي دا نشاهدها آنويات هاي مو مسؤولية نادي القوة الجوية يعني هاي مجرد تجاوزات وأنا عند علم أنه وزير شباب الرياضة ممكن يتوجه إلى الحصول على هذا الأرض من خلال مناقلة بس هذا الموضوع يعني يراد لحلقة بالابتتاح وشيك لملعب الحبيبية إذا يحبون أن يوجد تنسيق مشترك بيننا وبين وزارة الرياضة والشباب ونادر قوة الجوية لتحديد عادية هذه الأرض وتحديد حدود هذه الأرض هاي صار مناقشة سيد وزير الرياضة والشباب حول تشكيل لجنة مشتركة من الممثل من قبل الدارة البلدية ومثل من التجيل العقاري مدينة الصدر ومثل من وزارة الرياضة والشباب أو نادر قوة الجوية لتحديد خارطة العقارة وخارطة هذه الحدود القطعة اللي موجودة اللي احنا الآن نتناقش حولها اللي بيان عادية وبيان حدود هذه الأرض اللي موجودة هل هي اللي تابع لأمانة بغداد أو الوزارة الرياضة والشباب هذا وقت راح ياخذ والملعب راح يفتح يفتح الملعب احنا الآن في وقت حرج جدا وقت حرج جدا هذه إنقاذ كثيرة جدا تحتاج إلى وقت أكثر صراحة الأيام القادمة سوف يتم فتح الملعب هذه التاجلة وقت تقريبا أكثر من شهر اللي هرافوا حالي إنقاذ اللي موجود تجاوزات اللي موجودة تجاوزات شبه المستحيل يكون بناء معارض معارض بناء السيارات أنا شا أقول احنا في انتفاضة إزالة التجاوزات مثل ما تعرف يعني في مدينة الصدر داخل القطاعات وزيلة التجاوزات هذا الموضوع يهم كل العراق لأن هذا الملعب ليس مسؤولية وزارة شباب الرياضة فقط جميع وزارة متداخلة في مثل هذا العمل لإنجاحه لابد أن يكون هناك يد للمساعد نعم كدائرة بلدية كأمانة بغداد كدائرة بلدية يصبح الأولى مستعدين لمساعدة معالي وزير رياضة والشباب ووزارة رياضة والشباب ونادر قوات جوية في رفع جميع التجاوزات الموجودة نحن كدائرة بلدية نقدر حتى هاي البيوت نقدر نزيلها لا البيوت الآن التوجيه الرسمي من قبل دولة رئيس وزراء بعدم رفع أي بيت سكن إلا في حالة وجود بديل الآن تعرف الوضع لا يوجد أي بداء لديور السكن الموجودة أما تجاوزات أخرى فمن الممكن إزالتها أستاذ عادل ليش أقول لك هاي المنطقة ضروري يعني تتنظف وإزالة هاي النفايات وهذا أنا شوفه منظر بشع حتى نقدر نستفاد مستقبلا أنه يكون ملعب للوحدات التدريبية اللي ينضم إلى الأستاذ نعم أعتقد رأيي سيد معال وزير ياضي وشباب هذا نفس وجهة نظرك سوف يكون هناك تطور أو يوجد هناك فكرة لتطوير هذه المواقع اللي ينقاض اللي موجودة في هذا الموقع وإن شاء الله أيام القادمة سوف نلاحظون هكذا تطور كبير في مدينة الصدر مدينة الصدر مدينة العلماء والرياضيين ومدينة الكتاب والمثقفين ورجال الدين مدينة المعانات أيضا المستمع أيضا مدينة المعانات مدينة المبدعين أيضا مدينة ولادة لجميع الثقافات المجتمع العراقي وإن شاء الله القادم أفضل في مدينة الصدر أنا أريد بالختام تنطيني وعد حول بداية المدخل اللي مطل على القناة هذا المدخل للأسف يعني إذا مسؤول يجي شون يشوف مثلا يعني بين هلالين جوبة ما للطليان يعني مسؤول يجي يشوف هاي المظاهر شون يدخل الملعب يعني بشاعة الملعب من الخارج مو من الداخل هذه الجوبة اللي موجودة هي جوبة تفتح يوم الجمعة فقط هي جوبة هي جراج في واقع حال موجود ولكن تفتح في يوم الجمعة فقط وجميع يعلمون حتى في جميع دول العالم هنالك سوق أو شارع يفتح في الأسبوع يوم واحد ولكن هذه جوبة جوبة لازمة تكون في مناطق بعيدة عن السكان وإن شاء الله في قادم الأيام سوف يكون هناك شيء يصر الأبناء مدينة الصدر في حال من ناحية الجوبات الليلة البارع كانت لدينا حملة لإزالة التجاوزات ومصادرة أكتر من 145 رأس غنب من الغنب اللي موجودة هذه إن شاء الله مضمن الخطة في الأيام القادمة سوف تكون هناك خطة كبيرة لعدم موجود أي رأس غنب ترجمة نانسي قنقر